طيب اخر موضوع عشان انا وقتي كتر اوي امبالح احد مقدمي البرامج طلع وتكلم عن ارقام تخص النادي الاهلي ونادي الزمالك انا هنا هتكلم عن ارقام النادي الاهلي مليش دعو بقى اي حاجة تاني انا بحب الطريقة دي بحب الاحترام في طريقة التناول والكلام لما اتكلم اعتقد هو ميدو انا شفت التصريحات يعني شفت حد كاتب بس ما شفتش مين اللي اعتقد هو ميدو بيقولولي يعني ماشي ميدو قال ان النادي الاهلي صرف 900 مليون جنيه بصوا حضراتكم هو كلام مرسل طبعا وميدو قاعد يستعرض ارقام كتيرة جدا انا مش هتكلم معاه عن حقيقة الارقام ولا المعلومات دي صح ولا غلط ما عنديش مشكلة الارقام دي قد تكون صحيحة وقد تكون خطيئة انا متأكد بنسبة 100% ان هذه المعلومات خطيئة ولكن اعتبرها صحيحة يا اخي خلينا اسأل سؤال واحد فقط هو مش زي من المفترض ان انت زي ما بتقول ان النادي الاهلي صرف 900 مليون مليار 20 مليار زي ما تقول اللي انت عايز تقول قوله ولكن على الجانب الاخر النادي الاهلي هل حقق مكاسب خلال هذه نفس الفترة اللي حضرتك بتقول ان هو صرف فيها 900 مليون هل النادي الاهلي لم يحقق اي مكاسب طيب الاهلي خلال الفترة اللي احنا بتتكلم فيها وصل انهاء دولي الابطال كم مرة خاد البطولة كم مرة لعب كاس علم للانداء كم مرة فاز بالبرونزية كم مرة طيب كل الحاجات دي بتاخد لها فلوس بالدولار ولا ما بتاخدش فيها فلوس احسب كده كل هذه الانجازات ده الحاجات اللي جات في دماغي دلوقتي ده ولا داخل والله شفت التصريح ده باباقوله لكن ان انت تقول ان الاهلي صرف قد كده لا نتكلم عن باقي الارقام انا ممكن جدا اكون صرفت مليار طيب ما انا بصرف على فرع او مقر الالي في التجامع الخامس مليار ونص ولكن من المتوقع انه هيجيلي من اشتراكات الاشتراكات النادي قد كده فانا انا بحب الكلام بالطريقة دي ولكن كمل المعلومة ما تقولش ولا تقرب الصلاة وخلاص لا ما تيجي تتكلم قول النادي الالي صرف وجهت نظري طبعا هو حر ويتكلم زي ما هو عايز ولكن انا هنا بقول لجمهوري النادي الاهلي ان هو يبقى واخد باله من مثل هذه الامور النادي الاهلي ممكن يكون صرف عشرة جنيه ولكن دخله كام مع ميزانية النادي الاهلي اللي لسه معروضة من فترة قصيرة جدا على الجمعية العمومية وان فيها الميزانية فيها فائد اعتقد مش فاكر 149 ألف 149 مليون مش فاكر الرقم بالزبط هقوله لحضراتكم اعتقد ده معناه ان انا عارف انا بصرف ايه وعارف في نفس الوقت بيجي لي ايه انا بس حبيت برضو اتكلم في هذه النقطة ترجمة نانسي قنقر